اسرائيل أعلنت الثلاثاء أنها لن تتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمطالبين بتحسين ظروف سجنهم وزير الأمن الداخلي جلعة أردان رأى أن هذا الإضراب هو مخالفة لنظام السجون وفي حديث لإذاعة الجيش وصفهم بالإرهابيين والقتل ونالوا ما يستحقونه ولا وجود لأدنى سبب للتفاوض معهم من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية إمانويل نحشون صرح قائلا سبق وتحدثنا لهؤلاء السجناء ولا يوجد أي سبب لإضرابهم عن الطعام نقوم بحوار مع هؤلاء السجناء إن كانوا يطالبون بظروف أفضل يمكنهم أن يتقدموا بطلباتهم وستقرر السلطات الإسرائيلية إن كان يجب التغيير أم لا حسب مصلحة السجون يصل عدد هؤلاء المضربين عن الطعام إلى 1200 معتقل من بينهم عامر يغمور الذي تعيش عائلته في الضفة الغربية يطالبون الأسراء حاليا ليس شروط أو شيء هم يطالبون بالحديد الأدنى من حقوقهم الموجودة في كل السجون سواء في الدول العربية أو في الدول الثانية الأجنبية يعني هم لما يطالب في أبسط حقوقه في الترفان العمومة أو إن يزور أهله يدحق طبيعه مشروع هذا الإضراب دعا إليه القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة وفي مقال له نشرته صحيفة نيويورك تايمز الاثنين أشار إلى أن الإضراب يهدف لمقاومة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين اشتركوا في القناة